عندما جعل الرجل قوام وقيام عليها الحقيقة إن قوامة الرجل على المرأة يفهمها الكثيرون من الرجال خطأا ويفهمها الكثيرات من النساء أيضا بصورة خاطئة في رجالة فهمن ربنا عز وجل لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وفهمين لما ربنا عز وجل قال وللرجال عليهن درجة إن قوامة الرجل على المرأة معناها التسلط والقهر والاستبداد والشخط والنطر وأكل أموال الزوجات وأكل ميراث البنات ده غلط مرأة بتشتغل لها ذمة مالية مستقلة قالوا لا أنا الراجل ربنا خلني قيم عليك فيأكل مالها وكم من امرأة جاءتني تشتكي لأن زوجها يأكل مالها الذي جمعته بكدها وعرقها من عملها الحلال والذي وصلها من ميراث أبيها وأمها بحجة إن هو الراجل هو المسؤول هو القيم عليها أنت فهم غلط كم من أب أعطى ميراثه لأولاده الذكور وحرم البنات ليه؟ ده الراجل أخوك ده الراجل فيأكل ميراثه ويحرم البنات كم من ولد مات أبوه فتسلط على ميراث أخته قال له أنا الراجل أنا لا اتصرف وأكله ده مش قوامة انتوا فهمين غلط القوامة مش قهر القوامة مش استبداد القوامة مش تسلط القوامة خدمة رعاية حياطة تكريم للمرأة ينبغي أن يفهم الرجال والنساء هذا الكلام جيدا راجل عضل ابنته في الزواج كل ما يجي لها واحد صالح مش هجوزك مش هجوزك أنا القيم عليك حرم عليك أنت ظالم أنت أب ظلوم غشوم بنته اتجوزت واتطلقت وخلف عيلين كل ما يجي لها عدلها كما يقول العامة ولا مش ميجوزك تقول اليوم أنت تتجوزي وتتطلقي والله ما أنا مجوزك عليّ تطلق من أمك ما أنا مجوزك فاهم أن أنت كده بتنصف فاهم أن ربنا خلاك قيم عليها عشان تظلمها وتمنعها من الحلال أنت غافل هبأنها ضعفت نفسها ووقعت بعد في الحرام تندب عندها حظك وأقول لك عندها نعب الغراب بما كرهت ولا إزاحة للقدر تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر وأنا متعجب برضو وأقول كيف ساغل المستشرقين أن يطعنوا في الإسلام من خلال قوامة الرجل على المرأة مع أن الكتب المقدسة التي يؤمن بها المستشرقون فيها نصوص تحقّر من شأن المرأة وتعتبر المرأة سببا لكل بلاء اقرأ يا سيدي في سفر التكوين هذا النص المقدس عندهم يقولون إن الحية أغوت حواء وإن حواء أغوت آدم والنتيجة خرج آدم من الجنة ولعن الله الحية وحكم بالتعب على المرأة وباشتياقها إلى الرجل هكذا يقولون وبسيادة الرجل عليها يبقى الكتب المقدسة عندكم فيها مصوص تحكم بسيادة الرجل المطلقة على المرأة راجعوا سفر التكوين إحنا عندنا في الإسلام سيادة الرجل على المرأة ليست مطلقة لا تطعه طاعة عمياء في كل شيء إنما الطاعة في المعروف كما سأفصل بعده وأنا أقول كيس هذا الكلام بما ورد في القرآن الكريم عشان تعرفوا الإسلام إزاي كرم المرأة وإزاي رفع من شأن المرأة وإزاي رفع الضيم والظلم عن المرأة وردت آيات في القرآن تتكلم عن قصة آدم وحواء وعن خروج آدم وحواء عليهم السلام من الجنة في ثلاثة مواطن في صورة البقرة وطاعة والأعراف ولا آية قالت إن حواء هي السبب هي اللي من أجلها خرج آدم من الجنة هي اللي أغوته لا بل بيّن القرآن أن الشيطان خدع آدم ووسوس له وكذب عليه وأقسم له بالله كذبا فصدقه وكذا فعل مع حواء قال تعالى فَأَزَلَّهُمَا الشيطان ووسوس لتنين خدع لتنين فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَسْقَطَ الْقُرْآنُ تُهْمَةَ إِغْوَاءُ آدم عن حواء وأظهر أن هذا كذب محض وافتراء محض وأن السبب في هذا البلاء هو الشيطان الرجيم يا أخوانا يا بنتي اللي اتغريتي بكلام هؤلاء المغفلات يا اللي بتقول الإسلام ظلمني الإسلام جعلني مواطن درجة تانية لا يا بنتي والله العظيم أقسم بالله لا يوجد دين لا توجد شريعة أعزت المرأة وأكرمت المرأة ورفعت الظلم عن المرأة وأعطت للمرأة ما لم تعطه قبل إلا الإسلام إلا شريعة الإسلام إلا اللي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام يا بنتي لم يعتبر المرأة المسلمة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان وهي أن المرأة في الإسلام قسيمة الرجل لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات في إطار ما يوافق تكوينها ما يناسب فطرتها ما يلائم بنيانها وعلى الرجل بما أكرمه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر